السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه كل سنة وحضركم بخير وطيبين وبالف ساحة وسليم نزلت عشان اشتري عباية بقى للعيد اعيز اشتري عباية استقبال وكمان هشتري عباية صامرة فقلت عملكم جولة كده وصور لكم الحاجات اللي موجودة اللي عاملة تريندات واللي هي لسه مودة لسه نازلة مودة يعني فقلوا لي ايه رأيكم اول عباية دي حاجات كده استقبال وينفع تخرجوا بيها على فكرة برضو حلوة اوي والله جميلة هي لها بتاع قصدك كده من النص وزي ما نشايفين كده يعني حلوة فيه منها اشكال كتير اوي اول واحد ده هاتوتا هي اللي اخترته لي اللي هي الغامقة دي ودول برضو حبيت اورهم لكم كنت عملة خطور بس كنت محتورة بصروح دي كانت عجباني اوي وكان فيه منها كل الالوين على فكرة فيه اللبس حلوة ولها حزمين فيه منها لحزم وفيه منها ملهوش دي تقريبا ملهيش ودي برضو كنت عجباني اوي لها برضو استقبال النص كده وإيديها وسعه اوي كده كان شكلها تحفة بصراحة بس انا استها كانت كبيرة علي مبهبطة علي وملقتش المأسي الصغير دي كانت اخر قطع مقلمة دي كانت على قد وكانت جميلة انا استها برضو بس فيه حاجة كتير ما ما صورناهش يعني كان فيه حاجة كتير جدا في اليوم دي انا كنت صايمة وطعبانة بقى الجو كان حر قوي قوي وعدت لف كتير يعني كنت زهقينة كده ما عرفتش تصور كويس وكان فيه حاجة كتير جدا ما عرفتش تصوري والعباء اللي هي التانية دي تلعت قصيرة علي هي بتتلبس قصيرة كده فانا عايزها اقصلا استقبال يعني نلبسها لو حد يجيلي وكده ما منفعش هجيب قصير وفيه العباء اللي فاتت دي لو عايزين نعملكوا جولة بالاسعار ممكن ننزل تاني بعد العيد وعملكوا جولة بالتفاصيل بالاسعور يعني باسعار العباء كلها واللي عايز يسأل على سعر اي حاجة يكتبلي في الكومنت وانا اقول له السعر يعني اقول لي العباء كذا اللونها كذا وانا اقول له السعر بتاعه ممكن عملكوا جولات على فكرة انا بنزل كتير اجيب حاجات يعني وكده مشتريات فممكن عملكوا جولات كتير في محلات حلوة واسعارها برضو حلو انا عارفة محلات كتير واسعارها حلو بيبقوا بسعر الجملة وبيبقوا أطوعي برضو قولولي بقى إيه رأيكم برضو في العباية السودة دي عشان كنت عايز العباية السودة وعلى فكرة برضو أنا هوريكم الحاجات اللي أنا اشتريتها خليكم كده معايا وقولولي إيه رأيكم أنا زي ما أنا قلت لكم أنا كنت هشتري عباية بيتي وعباية سودة فقلت سور لكم بقى وعملكوا جولة كده وهوريكم برضو الاستيلات الموجودة أحدث استيلات موجودة لعشرين اتنين وعشرين في سفة عشرين اتنين وعشرين دي الاستيلات دي لسه نازلة لسه نازلة جديدة يعني الموديلات دي كلها رأيكم بقى في العباية وكتبيوا لي في الكومنت واللي عايز يعرف سعر أي حاجة برضو يكتبلي وانا هقوله في الكومنت وقول لي ساونتو طيبين وقول لي بقى مني اللي اشتري لبس العيد انتو عرفين أنا كنت في المصيف ولسه جاي من المصيف فما كنتش أنا اشتريت لبس العيد وتوجينا كانوا شارينه قبل ما يروح للمصيف وعلى فكرة انا لم كنتش اشتريت لسه فقلت انزل بقى كده فرح نفسي كده واجب حاجة كده لبسة في العيد حاجة تبقى جديدة يعني فقلت برضو ساولوكم ووروكم الاستيلات اللي موجودة في السوق وكل ساونتو طيبين يا رب وتبقوا بقى الف خير وبقى الف صحة والسنة الجاي كده ان شاء الله كل واحد يكون حقق امنيته يا رب بإذن الله وكمان على فكرة رحت المعرض ده أنا في المعرض قلت اشتري تقم كسات حلو كده للعيد تقم جديد وهو برضو عمتلكوا جولة كده عشان افرقوا الحاجات الموجودة في المعرض واختروا معي تقم الكسات انا اشتريت اللعبات وهورها لكم وبعد ما اشتريتها يعني في البيت وهقسها وكده بس تقم الكسات معرفتش احدد بقى فان اختروا لي تقم كده يكون حلو عشان اجيب لسه ما اجيبتش تقم الكسات لسه دخلت عملت جولة وصورت الحاجات بس من كتر الحاجات انا معرفش اختار يعني ما الحاجات بتبقى كتير 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 فمحتارة من كذا حاجة فقلت اصورها كده وما روحي بيت على رواءان كده عادي يعني بقى خرقتانا جيبا زي ما قلتلكوا اليوم ده كان حر قوي وانا كنت صايمة فكنت تعبينة بقى ومقريفة كان نفس اشرب وكان النهار طويل وانا بقى خرجة من بدري وكان التوتاية اللي معاية وبصراحة تبهدين مش تبهدين يعني جو حر وانا كنت عشان قوي وعدت لف كتير في الشمس وكده فتعبت فما كنتش مركزة بقى فعملتلكوا جولة زي ما نشايفين كده اختاروا معي الكاسات انا كنت عايز تقم الكاسات تقم جديد للعيد لان العياة الولايدي كسروا تقم الكاسات اللي عندي في المبخ فانا مش عايز اطلع في النش عشان في النش غالين فقلت لأ خليهم بقى اشتروا حاجة جديد للمبخ وخلاص عشان ما عنديش اللي هو واحد وكمان تجديد انا بحب اجدد انا عندي وضال عظيم كمية حاجات من الازاز دي يعني حاجة كترة جدا انا مش عارفة عندي كده ده كده ان انا عاود اشتري في كاسات وكبات كسات وكبات كتير كتير كده اي حاجة كبات بتاعجبنا جيبها وكاسات يعني عندي كتير يعني ايجي مثلا في دخل الرمضان اشتريت كذا دستة كبات جديدة وكل فترة كده روح جاي اشتري كبات 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 مش عارفة ليه يعني بصوا ده تقم الكوستاليتا بحبي برضو اللي تقم الكوستاليتا دي اهو وده برضو تقم الكسات اهو اختاروا بقى معي وده ده عندي زيه في النيش بس مش نفس اللوم وده برضو لسه تقم جديد اهو فانتو بقى عملتو لكم جولة كده برضو عشان تعرفوا الحاجات اللي لسه نازلة جديدة في الكسات يعني دي احدث حاجة نازلة على فكرة اهو زي من شايفين كده دي تقم الكسات اللي لسه نازلة جديدة حبيت اصورها لكم برضو عشان تاخدوا فكرة عن الحاجات اللي موجودة في السوق يعني على فكرة التصوير يعني في حاجات في التصوير ما بتبقاش حلوة في الحقيقة بتبقى احلى بكتير وفي حاجات العكس يعني بتبقاش حلوة وده يجي تصورات لقى شكلها جميل فالتصوير بيزلم الحقيقة وده كوبات كوستاليتا وكمان كنت دي صانية كده للعشان كانتو تا عايزة تجيبها سألت تعالها لقيتها في خمسمة جنيه وبتلها رجعها متنها على طول كده وده تقم عشان اهو زي ما نشايفين اللي هو لونه سود وفيه منه برضو الوين اللي هو تقم عشان ده كان عجبني اولا لونه سود ده يحب اللون الاسود اصلا وده تقم عشو برضو بس الالوان مختلفة ده اللي كان موجود دلوقتي والتاني كان جمه وفيه منه لون اللون ده الفيروزي ده وفيه منه ابيض لان شفت منه كذا لون اهو ابيض والفنجان ابيض والايد بتاعته مدهبه واللون ده برضو كان حلو اول اسود اسود في نحاسي كده وفيه اللي هو الكافيه لون الكافيه كده كل دي تقم عشو فيه اللي هو ده شايفين وده جامد بقى ده عجبني اوي لونه رائي لونه رائيه اوي وده ابيض سيدة زي ما نشايفين كده وده برضو ابيض زي ما نشايفين فانا حبت بقى ايه اسور لكم كده ده كان عاجب جانا اوي اللي هو التقم الروز ده كان عاجبها وده تقم تقم وخشاف زي ما نشايفين كده انا والله كنت اصلا عايزة تقم وخشاف كمان بس رقيته غالي مش تاريتهش بالصراحة رقيته غالي اوي يعني كنت مفكرة باسعار بقى زي بتاعت زي ما على ايامي بس رقيته غالي وكده بقى البيت تتكنت معي كنا تعبنا بعد ما عدتها اللي في بقى اشترتها باية وهي على الفكرة اشترت برضو حاجات هنمرها لكم لما نروح البيت هي تتكنت أحدا معي وكنا قاعدين مستنين المترو وكاد الدنيا هادية يعني يوم ما نزلنا ما كانتش زحمة اوي وكل سنة انتوا طيبين ما تنسوش تتابعونا وهنروح بقى نعملكم مشتريتنا في البيت وهنقيس وهنوريكم بقى حاجات العيد كلها تابعونا وان شاء الله هنعملكم جولة جمدة مرضيش هتطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش طويل عشان بقى لما روحنا كنا تعبانين وكده فمعرفناش نقيس بقى ونصور فخلاها الحلقة الجاية عشان الفيديو ما يبقاش طويل وكل سامتو